شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي التخصصي للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمر سبعة والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجية التعبوي للهيئات والإدارات وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسة وعدد من قادة القوات المسلحة تضمنت المرحلة الرئيسة عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف التخصصات والتي أظهرت مدى الكفاءة والتميز في تنفيذ المهام التي توكل إلى المنظومة الإدارية المتكاملة للقوات المسلحة كما أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد العالي لكفة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع